يا رب لا تبضحنا يا ربي يا ربي تبنى إليك يا ربي يا ربي تبنى إليك نجدد التوبة دائما تبنى إليك يا رب يا ربي يا رحمن باللطف عاملني ما لعمل يرضيك أنت الغني عني هذا ورد من هذا؟ هذا ورد شيخنا الشيخ أديب الكلاس بعد ما عاش في العلم والتعليم وعلم الأم العقيدة وعلمه الفقه وعلوم الشرعية والزهد في الدنيا والإقبال على الآخر بعد ما بقي في العلم سبعين ثمانين سنة رضي الله تعالى عنه كان في أخريات حياته كان هذا ورده يعدد يا ربي يا رحمن باللطف عاملني ما لعمل يرضيك أنت الغني عني هذا يقوله من بقي عشرات السنين في خدمة دين الله لوجه الله مع فقره ومع الشدائد التي مرت به يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى يقول هذا فماذا الذي يصنع الآن وهو يعيش لهذه الدنيا الدنيا الملعونة ولا يبذل شيئا من حياته أو من ماله في سبيل هذا الدين ماذا يصنع هذا يوم القيامة شيخ أديبي يقول يا ربي يا رحمن باللطف عاملني ما لعمل يرضيك أنت الغني هذا العالم العظيم الذي فيه أثناء طلبه للعلم بقي أياما ما ذاق قطعة خبز ما يسر له بقي أياما سمعت منه غير مرة وكان يروي لنا هذا بعد ما فرج الله عنه قال في تلك الأيام العصيبة ما يعلم بحالي إلا الله قال الشيخ عبد الرزاق حيدعى الطلاب إلى عين ماء اسمها أين عم أين إيه أين السويس نعم قريبا من عين السويس الحاصل أين عم عين السويس نعم عين ترمه نهر برد دعاهم وصنع لهم الطعام البرغل مع الكوسة يعني كان هكذا فقر عندهم الشيخ أديب تأخر حتى جاء انتهوا من الطعام جاء متأخرا وقعد من غير أن يطلب الطعام شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم جمع له ما بقي في أسفل القدر وقدمه له لما بدأ يأكل الشيخ أديب انفتحت قابليته منذ ثلاثة أيام ما ذاق لقمة خبز شيخنا الشيخ عبد الرزاق لما رأى هكذا يأكل جعل يبقي يقول للطلاب يا جماعة شيخ أديب جيعان شيخ أديب جيعان قال أنا منذ ثلاثة أيام ما أكلت لقمة خبز فهذا الذي صبر هذا صبر في خدمة الدين لوجه الله يقول هذا كلام يا رب يا رحمان باللطف عاملني ما لعمل أرضيك أنت الغني عنه في أثناء طلبه العلم ما بقي عنده لا طعام يأكل ولا مال يشتري به الخبز ولا أبدا ما عنده إلا الفراش الذي ينام عليه اشتراه أبوه له ينام عليه في جامعة فتحي هنا في القيمارية فاستأذن أباه قالوا يا أبتي أتأذن لي أن أبيع الفراش وأشتري علبة من الدبس لأطعم إخواني وآكل قال له بسم الله فباع فراشه الذي ينام عليه واشترى علبة الدبس ليأكله ليأكل منه أثى الشيخ أديب كلاس الذي عاش هذا الفقر دعاه مرة أهل زوجته كانوا استأجروا بيتا في المصائف في مضايا دعاه مع مرأته ليتغدى عندهم قال لي ذهبت لأركب في الباص أجرت الباص نصف ليرة سورية كان الموقف معرض دمشق الدولة القديم ضفت بردة قال ذهبت وفي الدنيا كلها ما أملك إلا نصف ليرة أجرت راكب واحد قال كانت أخت زوجتي معنا أخت زوجتي قال معها نصف ليرة دفعت عن نفسها قال وأنا وزوجتي ما معنا إلا نصف ليرة قال قلت لي زوجتي اذهبي مع أختك إلى أهلك وقالت له أنت قال أنا أرشأ إلى البيت أنا ما عنده أجرت نصف ليرة أجرت باص يذهب قال لي دفعت لها وقالت له اذهبي مع أختك ونزلت ونزلت قال ومرأتي تبكي في الباص جعلت تبكي تبكي فهذا الذي عاش هذه العيشة الصعبة وكان في أجزة نفسها أنت بيه كل هذا رواه لنا بعد ما فرج الله عنه حتى في هذه الأحوال العصيبة لما تحامق عليه رجل وقتها مع هذا الفقر الشديد واحد أساء إليه بالكلام أي نعم له ذو شخصية تواقح مع شيخنا الشيخ أديب وفي هذا الفقر ما بال به ضربه ضربة فطرحه أرضا فعزلوه عن وظيفته حتى تكمل معه عزلوه عن وظيفته مدة من الزمن رضي الله تعالى عنه أرض مع كل هذا يقول يا رب يا رحمن باللطف عاملني ما لعمل يرضيك أنت الغني عني داب الله علينا وأصلح الله أحوال نجدد توبة نتوب إلى الله ونستغفره أيها الأعباب كلنا يتوب ولكن كلنا يقلع كلنا يحقق شروط التوبة التي ذكرها الإمام النوي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم أن لا نعود إليه وأن نرد الحقوق إلى أهليها كلنا يحقق هذه الشروط تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا فالحديث عن العرض على رب العالمين يا رب تستحي منك يا رب يا رب نسألك غفرانك يا رب بيض وجوهنا يا رب يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسودها يوم تسود وجوه أعدائك يا رب علينا أن نستحي منه نتوب ونستحي حتى إن تاب علينا نستحي منه نعمه كثيرة ونحن ما يصدر منه إلا إلا السوء والغفلة والمعصي أين أين عقولنا أيها الأحباب أين عقولنا أو جدد من العدم أن نعم علينا بنعمة الإيجاد والإمداد وإن تعد نعمة الله لا تعصوها ثم يتي هذا البهيم بلع النعم وعص المنعم كان أحد السلف يقول وخجلتاه وإن غفرت وخجلتاه وإن غفرت سيدنا عمام خطاب كان يقول أمير المؤمن يقول ليت أمي لم تلدني ليتي لم أكن شيئا سيدنا أبو ذر يقول ليتني شجرة تعضد ليتني شجرة تخطع وينتهي تهي الأمر اللهم أحسن ختامنا نعم العرض على